اكيد جماعير الاهلي كلها مركزة وقلوبها على مطش يوم الحد الزهاب نهائي بطولة افريقيا قدام الوداد المغربي. انا بشوف ان ان انا لعب فريق عربي في النهائي بيبقى صعب جدا او بيبقى صعب جدا ان انا لعب فريق عربي لان الفرق العربية يعني لغة القرى فرق رخمة تيك تيكيا يعني فريق بيعرف يستفزك فريق يعرف يضيع الوقت فريق يعرف يخرجك خالص عن المباراة حتى لو انت كنت حلو بيعرف يهبطك او ينزلك لمستوى من عن طريق الاستفزاز تضيع الوقت القوار العالية الالتحامات الفولات اللي ملاش لازم نص ملعب فانا بشوف النادي الاهلي او لعبة النادي الاهلي رقم واحد لازم تبعد عن الاستفزازات لان انا متأكد مليون في المية ان لعبة الوداد هتعمد ان هي تستفز لعبة الاهلي قرويا في المطش فانا بشوف لازم نبعد عن الاستفزاز لازم نبقى مركزين جدا لازم ما نبقاش متصرعين في المطش ان احنا ننزل لازم نجيب جون لأ انت عندك تسعين دقيقة انت ممكن تلعب مطش جامد جدا وتجيب جونين في اخر المطش انت ممكن تلعب مطش عالمي وتضيع كل الفرص عشان خطر انت راجل مستعجل فانا بشوف ان احنا ما نستعجلش ان احنا ما نبقاش مستعجلين عن جون الاول الجون الاول لو جيه في اول نص حلو جدا لو خرجنا الشرط الاول واحد صف حلو جدا هم حاجة ان احنا ما نستقبلش جون يعني بتبقى حاجة صعبة جدا ان انت تبقى مندفع عايز تجيب جون وفي نفس الوقت ما يجيش في جون فدي بتبقى صعبة وعليها عامل كبير قوي على المدير الفني ازاي يخلق التوازن بين الهجوم وبين الدفاع ازاي ان هو يقدر يحافظ على نظافة شباكه لان احنا عارفين ان في بطولة افريقيا الموضوع مختلف عن بطولة دوري ابطال ربا ان الوقت لسه برضو القانون القديم لسه موجود ان الهدف باتنين برا الارض فلقدر الله لو لعبة الوداد جابوا جون وانت اكسبت اتنين واحد انت لازم هناك ما يجيش فيك جون لان واحد صفر كفيلة ان هي تصعد الوداد او الوداد يكسب بطولة افريقيا فاحنا لازم نحافظ على النظافة الشباك لازم ان احنا ما يجيش فينا جون لازم ان شاء الله ان احنا نكسب فريق اتنين بشوف نتيجة اتنين صفر هي النتيجة المثالية لاي فريق في انهاء افريقيا خصوصا لو انهاء بتلاهب على مطشين بتبقى نتيجة كويسة جدا انت ببقى عندك فرصة برا ملعبك ان انت تجيب جون فتصعب الامور لازم الوداد يجيب اربعة لان تلاتة واحد مش كافية لان النواة يكسب لا بتدخل اكسر طايم فانا بشوف ان نتيجة اتنين صفر هي نتيجة عالمية فانا بشوف ان النادي الاهلي لازم يلعب اه يلعب مندفع يعمل ضغط من قدام بس لازم يعالج الموضوع ده ان هو يخلق بعض التوازن وبشوف ان على نص الملعب هيبقى عليه الحمل الاكبر ازاي يندفع ازاي يضغط من قدام وفي نفس الوقت ازاي مثلا واحد زي حمد فاتهي او ديانج او مروان عطية يلم من ورا اللعيبة القرى التانية دي مهمة جدا ان احنا لازم عندنا انتشار في نص الملعب ان احنا نكسب القرى التانية فانا بشوف ان شاء الله ان النادي الاهلي قادر جدا على ان هو يكسب الوداد زهاب واياب والله الموضوع مش صعب احنا شوفنا الاهلي الفترة الاخيرة بيعرف يكسب مطشاك كتير من غير ما يدخل فيه ولجون كولر بدأ يعالج الموضوع ده بعد مطش الخمسة في وبعد المطش الزهاب اللي احنا لعبناه في المجموعات قدام في مصر كنت انت جاسبان اتنين واحد وفي اخر خمس دقيق كولر كان مندفع جدا وهي دي طبيعة الاسلوب السويسري اللي اندفعه شوفناه مع فيلر لكن كولر اتعلم من الدرس اتعلم ان هو لازم يجيب جون ويأمن ويلعب على المرتدات زي ما شوفناه عملا مع برامدز سابلوم القورة وقدر ان هو يعتمد او يهاجم على المرتدات وقدر الاهلي يكسب فانا بشوف ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز بالبطولة وقادر ان هو يحسم البطولة من مصر لان النادي الاهلي كتيم وكفرديات وكجودة لعيبة النادي الاهلي اقوى جدا واقوى فنيا من الوداد المغربي محترامي للوداد الوداد بالنسبة لي يعني اسهل من ساندونز لكن الوداد اصعب تيك تيكيا من ساندونز ساندونز فريق شارس جدا في الهجوم فريق شارس جدا ان هو يعني يندفع وان هو يتغطق وان هو يعمل اسلوب الضغط اللي من قدام لكن ضعيف جدا دفاعيا عكس الوداد اللي بشوف عنده توازن بين الدفاع واللجوم عنده القور السابتة خطر جدا وانا بشوف ان النادي الاهلي لازم ياخد بارهم الموضوع ده القور السابتة من الوداد المغربي واحنا عارفين ان دي عندنا نقطة ضعفة في القرى المصرية القور السابتة سواء مع منتخب مصر او الاهلي او زمانك واي فريق مصري ان شاء الله الاهلي يكسب المطش ده في مصر وان شاء الله نحسم البطولة هنا من مصر ونعمل نتيجة تريحنا في مطش الاياب اكتبوا تحت في كومنتات تتوقعوا من اللي يكسب وتوقعوا تحت في كومنتات النتيجة